بمناسبة تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لنظام سجلات في نسخته الثانية في الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء ومبادرة من سمو ولي العهد أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن اعلان بدء انطلاق نظام سجلات في نسخته الثانية عبر منصة الملتقى الحكومي ليعكس الأهمية التي لقيها هذا النظام ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم السبل الكفيلة بزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات تأسيس هذه الأنشطة منوها إلى أن نظام سجلات في نسخته الأولى والثانية هما نتاج توجيه ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأوضح الزياني أن نظام سجلات في نسخته الثانية والذي تم تطويره وتحسينه بالتعاون والعمل مع القطاع الخاص يتميز بكامل خدماته الألكترونية لتسهيل استخراج وإدارة السجلات التجارية للمستثمرين مضيفا أن النظام يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين ومتطلبات الجهات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية